ازايكم يا جماعة النهاردة زي ما انتم شايفين من العنوان طبعا حواريكم شوية حاجات جاتلي من جوميا خليكم محتفظين بالفيديو ده او ارجعو له قدام لان هيكون فيه حاجات من اللي انا حواري لكم النهاردة هيعتمد عليها فيديوهات قدام حاملها كالعادة استنوا الاخر الفيديو عشان اقول لكم على الخصم بتاعكم يلا نبدأ ارجعو لكم كم الحاجات اللي طلعتها من البوكسات والحاجات ليس خايفة انها ممكن تيجي مفتوحة او تتكب في السكة او اي انكم يحصلين اول حاجة حوريه لكم انا حوريكم الساد كله مع بعض كنت وردتكم قبل كده منتج اللي هو ماسك للشعر من لوفياناتشور انا جبت منها تاني فعايزة اوريكو جبت الساد كله فانا عايزة اوريكو ام عبارة عن الساد شامبو بالشيا زي ما قلت لكم سماها لوفياناتشور اعايزة اقول لكم ان انا فتحت الساد ده مخصوص قبل الفيديو عشان استخدمه على شعري انا قبل الفيديو غسلت شعري بالساد ده وده المنظر تاني حاجة بعد ما بستخدم الشامبو ده باستخدم ماسك الشعر انا مجروا قبل كده انا مش قادرة اولوكو بعمل شعر رائع بمعنى الكلمة من ريحة ومن ترتيب للشعر ومن انه بيصلح شعرك اهو شكله حجمه رائع انا بحب دائما ان يكون الحاجة حجمها كبير كده وحيش انها ستقعد معي شوية بعدين لما اخصي شعري من الشامبو ومن الماسك هحطي على شعري اللي في ان كونديشنال ده دوره ترتيب فقط يعني حيرطه بشعرك ويدي لامعه وريحة طفة كلهم كلهم المكون الاساسي هو زدة الشيع ده رائع 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 وهو بيترش يعني عشان تعرفي عشان فيه ناس بيعندها مشكلة ان هم يحطوا بكريم ويوزعوا يعني مش بيعرفوا يوزعوا كويس بالكريم فده راش فاللي هو هتتحكمي جدا في الوقت تبقي متأكدا ان هو توزع في شعر الكل كل واحد فيهم تقريبا بمائة وخمسين بس كان عليهم سيل فكل واحد نازل عن مائة وخمسين لو انتي عايز اجيبي حاجة واحدة يعني لو انا ارجح لك حاجة واحدة من الساد لو انتي مش هتقدر ايها الساد كله هو الماسك الماسك رائع رائع ومجربوه كده مرة قبل كده أاااااااonia اكتر من رائع وحيمشي كل انواع الشعر لو انتي مش هتفolie هتكل ده اساسي قلصنا اول باكس باكس كمان هذا حاجات كثيرة انا كنت محتاجة اجيب شوية زيوت الزيوت اللي بحطها على واشي تكون مياه في المياه انا مجتش عايزة اجيب من حاجة مش مضمونة فيدباكس كثير من عند مكان اسمه سيزون سبا جبت منه ثلاث انواع زيوت اهم زي ما تشايفين كده او ما شايفين اهم اهم زيت شجرة الشاي زيت بذر الجزر واخيرا زيت بذر العنب اللي انا قريته من الفيدباكس بتاعت الناس كان هايل انا اريد ان اضافة حاجة وخليكوا متابعين داعش في فيديوهات جاية على حاجاتي قدام تمام؟ خلصنا زيوت دي انتوا اكيد كلكم عارفينها دي من ليدي سبيد ستيك دي بالفراولة هي راحتها ايه بالظبط راحتها عارفين ترايدنت مستيكا ترايدنت دي بالظبط بقى عليها حاجة شبه كده عشان انت بيعرفين ان هي جديدة عندي ثلاث حاجات هم نفس الشيء بس من حاجات مختلفة يعني هم بيكملوا بعض كلهم للعناية الشفافة اول حاجة هو لب بالم من فيتشي فيتشي طبعا معروفة جدا ومضمونة جدا انا ما جربته قبل كده انا ما جربته قبل كده بس قريت عنه كم فيتباكس ايجابية جدا وانه هو ومش دره انه هو يرطب بس هو دره انه هو يساعد على ام اسمها ايه اصلاح يعني الشفاف اللي هي تدمرت من الشمس من تكون مؤشرة وبيضة فده دره انه هو مش بس يرطبه انه هو كمان يصلحه ثاني حاجة وبرده لنفس الهدف هو لب بالم من EOS EOS اول مرة كان يطلع الشكل ده كان من البراند دي دي طبعا زي ما شايفين بالمنجة اهو اهي شكلها ثالث حاجة من نفس الفكرة برده هو ده اكيد كلكم عارفينه ولانه هو شائع جدا لب بالم من فاسلين هو طبعا حجمه صغلان شوية بس اظن هو فيه حجمه اكبر من كده هفتحه برده معاكم ها هح ها انا ما غردت به فكرة بس او احسنه الغرف يوارده ها اه يرتب بس اظنه او انه ليس يرتب بطريقة مستقبلة بس هدفه هم مركزون هدا اه يدي لونه اه ده اتفتحه اوه مرهوش ريحة قوي مش زي الاثنين الاثنين يعني هو هدفه ان هو يدي لون اظن مش هحطها المنجة اللي انا اضطها اصلا انا بسطة اوه المنجة ماذا اخترت دول بقى؟ الثلاثة دول مع بعض مش واحد منهم مثلا فيتشي انا جايبا عشان لو شفافي فيها التشقوقات او حاجة ده اللي يصلحها ده جايبا عشان الترتيب غير نوب المنجة بس عشان الترتيب ده عشان اللون فاللي هو بنسبالي الثلاثة بيكمله بعض لو انصح بواحد من الثلاثة هرجح فيتشي طبعا لان ده بيعمل على اصلاح الشفاف اكتر من هو بس يرطبها فارجح ده بس وما الثلاثة التوحفة بنسبالي الثلاثة بنسبالي بيكمله بعض كده نقدر نقوم بإننا نشق العناية للوقت سندخل في شوك الفاشن ابدأ معيكم بشيئة جميلة جدا لطيفة جدا انا جبتها هو ده ده بوكت موني من ما اراش اسمها سيلفيو توري ولا سيلفيو توري هو تقريبا تقريبا من الاسم حساء تولي فنش عرفه سيلفيو سيلفيو هذا هو البورتموني كيوته هل ترون ترونه انظروا الخامة يعني أنا الذي أعجبني فيه بعيدا عن شكله كيوته أعجبني أنه خامة كواليتي و هذا هنا مثل أعجبني أعطينا على دي بالمغناطيس أعطينا عليها هنا أعطي كروت والصور واحد اثنين ثلاثة اربعة نقفل نفتح في النصف يجب يعني يشلك كل شي أعجبني أنها كبيرة و في نفس الوقت ليس كبيرة الثلاثة يجبني أن أضع شيئا و في نصف رائعة و كان عليها سيل أول شيئا هو شكله ملبوس هنا لكي أتكلم هذا كيوته أما أننا دخلنا على السيف و قررت أرى شيئا تي شيرت كيوته و سامبل و قررت أملي و قررت أرى كي متحدثة و تي شيرت و قررت أملي و قررت أملي و قررت أملي و أنا لبسة قررت أملي الثانية سوف أرهي لكم الآن هي بلوز هي تمشي سواغي وتمشي شيئاً كثيراً على حسب أنت ستقوميها على ايه أعجبني هي جداً كمامة شايفيني؟ هي من فوق V هنا عند الرقبة تبقى سوف أرهي لكم أعجبني جداً شكل الكمام حساء رئيق قوي وهو شكل شيك جداً وفي اللبس تدي منظر رهيب ولكن ورده على حسب التقاميها كما قلت لكم خاصة لو اشتريتوا حاجات 300 جنيه سوف أعجبكم خاصة 50 جنيه ومن الشكين اللي أنا أقول لكم كل مرة اللي هم Fashion أو Health & Beauty سوف أكتب لكم الفاوتر هنا وفي ناس الوقت سوف أضعه في الـ description box مع أسامي الحاجات اللي أنا جبتها لكي أنا أريد أن تدخلوا وتدوروا عليها على طول يجب أن تكونوا طالبين من جميعاً لو من على السايت نفسه الفاوتر مش هشتغل لا تنسوش تعملوا Subscribe للشانل ايه؟ ايه؟ دمتم بصحة وسعادة وروحة بال وسلام نفسي وكل حاجة كويسة في الدنيا شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم